إذا كنت تظن أنك وحدك فاعلم أن الله معك وأنه منك قريب إذا كنت قد غلقت في وجهك الأبواب فربك قريب إذا كنت قد يأست من الحياة وأوشكت على الإهيار فربك كريم قريب ربك رحيم غفور يا أيها العبد العاصي الذي بادرت الله بالمعاصي وكلنا ذلك الرجل وذلك العبد عد فربك قريب ويا أيها المعرض عنا هيا أقبل إلى ربك فربك كريم العجيب أن لفظ القريب يا سادة يا أفاضل بعد ما تصلوا على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنة اللي مالوش ضد يعني إيه مالوش ضد؟ يعني الرافع ليه ضد الخافض المعز ليه ضد المزل خلي بالك الغني ليه ضد يبقى الفقير أو المفكر طيب لفظة القريب اسمه الله القريب مالوش ضد مفيش من أسماء الله البعيد أبداً أنت اللي بعيد وتحتاج أن تفهم وأن تسمع بأن الله قريب اسمع معايا كده ولفظة قريب العجيب أن هي في القرآن الكريم ما وردتش إلا مع النصر إلا مع الفتح إلا مع البشرة إلا مع كل خير حتى لفظة الساعة اللي هي القيامة لفظة خير لأن وما يدريك لعل الساعة قريب الساعة دي لقاء الله سبحانه وتعالى وما أعظم اللقاء إذا كان لقاء الحبيبي بمن أحبهم وبمن أحبوه وبمن طال الشوك إلى لقائه والوقوف بين يديه والنظر إلى نور وجهه الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اسمع معايا كده في كل أسئلة القرآن عندك 14 سؤال في القرآن الكريم ركز معايا 14 سؤال في القرآن الكريم ما فيه سؤال من الأسئلة دي إلا ما ربنا يسأل النبي ويقول له لما يسألوك قل له قل أو فقل ركز كده خلي بالك يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الروح اللي هي سر الوجود سر الحياة قاله قل الروح من أمر ربي مش كده وبس ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لما يسألوك عن الجبال وحلها فقل لكن الآية الوحيدة اللي لجه فيها قل ولا فقل لفظة واحدة في القرآن الكريم سؤال واحد في القرآن الكريم في صورة البقرة اسمع ربنا بيقول إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا الله ما أشملك ما أروعك يا رب ما أعظمك ما أقربك لكني أنا البعيد